كما بعث صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة على سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيس مايلوش زيمان رئيس الجمهورية التشيكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وعبر سمو العهد عن يطيب التهاني وأصدق تمنياته بمفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديقة المزيد من تقدمي والازهار اشتركوا في القناة